السجل علي إذن عفاف كما قلت مسلسل الحشاشين هذا المسلسل اللي بداية بداية رمضان اللي أثار جدل كبير وكبير برشا بالنسبة للمتابعين متاعه من المحيط إلى الخليج لعدة أسباب أولا لأنه الفترة اللي يحكي عليها مسلسل الحشاشين هي فترة كانت غنية جدا سواء علميا سواء فلسفيا سواء سياسيا وقد كانت فترة مضطربة ومضطربة جدا سياسيا ما بين العديد من الدول اللي كانت قايمة أنا ذاك الدولة الفاتمية، الدولة العباسية، الدولة السلجوقية والنزاريين وغيرهم من الطواف المسلسل هذية أنا شخصيا مسلسل استفزني بارش 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 مسلسل زعزعك من داخل مسلسل يربكك بأتم معنى الكريمة لأنه يخليك ترجع وتقرأ وترجع تشوف وترجع تحاول شنو اللي موجود في الفترة هذيك حتى الموروث الثقافي متاعك ينصفه هو مسلسل هدام بناء بأتمي معنى هدام لأنه يهدم كل الحاجات اللي نعرفوها من خرافات ومن حاجات الذاكرة الشعبية ويبني لحاجات جديدة ربما مهمة بارشا شنو يهدم كذلك يهدم منطق المظلومية اللي كانوا عايشينه الحشاشين واللي بدأوا به واللي عاشوا به طيلة فترة قرون طويلة وطويلة جدا هدم هذا المعطى هدم معطى آخر مهم ومهم جدا كشف حقائق زيدا حقائق كبيرة بارشا هدم معتقد كبير بارشا بالنسبة للناس اللي تعتقد أنه الدين يوصل للسلطة وأنه استعمال الدين في السلطة ويبني لمشروع حضاري جديد نعتبره أنا بالنسبة لمصر مهم جدا حتى إذا كان بش نخرجه من الواحد هو في الخط المصري أنا راني كي سمعت مسلسل الحشاشين من قبل لرمضان قلت هيدا مسلسل بش نتفرش فيه خفت من حاجة خفت من عملية تبييض أيوة بالضبط دونك ذيك عليش قاعد نستنى بش نشوف كيفاش بش يكون الخط متاع هيدا المسلسل هل بش يكون هو تبييض للحشاشين واللي هيده الطائفة أو هو بش يكشف ما كان يحدث فعلا وهيدا اكتشفناه من الحلقتين لولانين من حلقتين لأكيد من اغتيال من اغتيال المؤذن مثلا مؤذن أنه هو يكون مؤذن ويؤذن ويقرأ القرآن وينادي لأصلاة وهو وزوجته يتم اغتيالهم بتهمة الكفر بتهمة معناها كبيرة برشا الناس زادة أكثر من ذلك يعفاف مشاو إلى المقارنة ما بين الحشاشين وما بين الجماعة الإسلامية بالضبط بالجماعة هاو نشوفوا العربية شنو قالوا في العربية رمضان يعني دراما هل نذهب الآن إلى الأعمال الفنية الحقيقة في حالة غريبة جدا حدثت خلال الأيام الماضية يمكن حلقة أو اثنين فقط من مسلسل أشعلت الجدل والاشتباك بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الحوارات وفي المنازل وفي الأروقة حالة غريبة جدا أثرها مسلسل الحشاشين هذا المسلسل الذي يقوم بطلط الفنان المصري كريم عبد العزيز ومن تأليف عبد الرحيم من كمال وإخراج المخرج الرائع بيتر ميمي المسلسل طبعا في أول الأحداث أحدث ضجة واسعة يمكن تقريبا من الحلقة الأولى ومن المشهد الأول صفحات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تنقض على المسلسل المسلسل استفدها بشكل كبير جدا هذا المسلسل طبعا يبث على الفضيات المصرية لكنه أصبح أكثر تداول بعد ساعات من عرضه وحتى قبل عرضه كانت هناك حملة تشن عليه ربما الهجوم كان أصبح خلال الساعات الماضية أو الأيام الماضية أكثر اتساعا الهجوم من جماعة الإخوان هو المقارنة ما بين حسن النصر والنصر وما بين حسن البناء هذا هو واعتماد الدين واعتماد الدين للوصول إلى الحكم والدعوة للمبايعة كما يصير مع الجماعة الإخوانية هذا اللي هو استفز الجماعة الإخوانية بكثير من المشاهد من جيول تونس شنو رد الفعل بالنسبة لبقية الناس في تونس ناخذ مثلا برهان بسيس شنو اكتب؟ اكتب الحشاشين هذا إبداع لنظيرة له في غمرة الأعمال المصرية والعربية المتعددة هذا يصنف ضمن الأعمال الدرامية الكبرى نصا وحوارا وأداءا وصور تقنية نمشي الفارس سويلح شنو يكتب؟ وهو إعلامي تونسي كذلك ما هذا الإبداع؟ قريت برشا كتب عن الحشاشين وحسن الصباح والحقيقة أبهروني أمين بنواس عنده رأي آخر يقول عديد من الأصدقاء عبروا على إعجابهم بمسلسل الحشاشين مما أثار فضولي لمشاهدته لكن منذ اللقطة الأولى أدركت أن المسلسل يعكس للأسف جهل أو بالأحرى كسل في التحري حتى تلتسق أكثر أحداث القصة بالسياق الزمني والتاريخي في اللقطة الأولى نرى وفدا ينسب لملك فرنسا يتوجه لقلعة الموت لمقابلة حسن ابن الصباح يحيني أنهم يرددون زي جنود مملكة القدس الصليبية والدليل على ذلك شكل الصليب كما هو في الصورة ويرى كذلك أمين بنواس أن باريس لم تكن عاصمة لفرنسا آنذاك ولم تبنى باريس في هادبا من بين الحاجات اللي كذلك أثارت الانتباه هو استعمال اللهجة المصرية لهنا نلقى تركي الشيخ اللي هو رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية يدلي بدل وهو يقول من حق صناع المسلسل اختيار اللغة التي تناسبهم واللهجة المصرية عريقة ومفهومة في العالم في كل العالم العربي اللغة الفصحة قد لا تجذب شريحة من الشباب وأي عمل فيه كريم عبد العزيز لازم أشوفه هذا فيما يخص ردود الفعل بيتر ميمي كذلك تدخل قال ما كنتش نحب الرد ولكن يا ناس اسمعوني لازم تتبع المسلسل للأخر مبدئيا المسلسل من وحي التاريخ وده مكتوب نصا في التترات يعني مش وثيقة تاريخية لكنه دراما تاريخية هو المخرج العالمي ويحكي على المخرجين وقت اللي استعملوا اللغات الأخرى في السينما نابليون في فيلمريد ليسكوت الأخير هل ده نابليون كان في كتب التاريخ دي دراما تاريخية حاولنا نعمل خيال لفترة من الفترات لكن في شكل درامي لكن رجعنا في الديكور والملابس لمرابجة كثيرة ونادرة علشان نعمل عالم ما شفناهوش قبل كده وما يكونش شبه أفلام أو مسلسلات عالمية تعبر بالمصر يا مي شوية شوية هكاك كل أعمال تاريخية راهوا لازم بشيقعوا في بعض الأخطاء في الأزياء ولا في الديكور ولكن هو إنتاج ضخم جدا مصروف عليه برشا عميل قاعد يتصور ويكذي وقته عميل قاعد يتصور تصور في العديد من المدن والعديد من البلدان لكن يا عفيف هل نعرفوا شكون الحشاشين هذو ما اللي نحكيوا عليهم الحشاشين أو الدعوة الجديدة كما اسموا أنفسهم هي طائفة شيعية إسماعيلية نيزارية باطنية انفصلت عن العبيديين الفاطميين في أواخر القرن الخامس هجري أي الحادي عشر ميلادي لتدعو إلى إمامة نيزار المصطفى لدين الله وكانت مع قيلهم الأساسية في بلادي فارس وفي الشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران باش تعرفوا الحشاشين تعرفوا بالاستراتيجية متاحهم العسكرية اللي تعتدمد على الإغتيالات اللي يقوموا بها ومن غادي جاية كلمة الفدائي هما يسميهم الفدائيين لا يأبهون الموت في سبيل تحقيق هدفهم وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدا في ذلك الوقت مثل الوزير السلجوقي نظام الملك اللي نلقاوه موجود في المسلسل وهو صديق لثلاثة عمر الخيام وحسن النصار والخليفة العباسي المسترشد والراشد وملك بيت المقتز كونراد هذوما الناس اللي اغتلوهم وكانت الاغتيالات اغتيالات والإمام الغزالي ذهل والإمام الغزالي حبوا يقتلوه الإمام الغزالي زادة ولكن ما تمكنوش من ذلك لكن بعيدا عن كل النقاشات وكل الأطرحات والجدل الطائفي ربما أنا حبيت نقول حاجة بعد ما تفرج في مسلسل الحشاشين قد داش من واحد مشاه يقرأ على الحشاشين على الباطنية على الإسماعيلية على السلاجقة عن حسن الصباح عن نظام الملك وعمر الخيام وبدر الدين الجمالي والمستنصر بالله والمستعلي والشدة المستنصرية أنا رأى أن الناس مشات تبحث وتفركس في جواجيها لداخل عن هذه الفترة وهذه أحد الوظائف الدراما والثقافة والثقافة الناعمة اللي هي تغير القوة الناعمة القوة الناعمة اللي تغير العقول وتغير الفكر وتهزن من ربما المشاهدة البسيطة اللي كانت موجودة بالنسبة للمسلسلات إلى جدل فكري عميق إلى جدل فلسفي إلى جدل سياسي أيضا عميق وعميق جدا مصر ما تخافش وأنها تطرح مثل هذي المواضيع في أعمالها وفي مسلسلاتها معناها مش أول مرة شفنا المسلسل في علاقة بحقوق المرأة تتذكر معناها وقتها زيدة كيف تعمل رمضان اللي في تليلي قبل ولا ينسي تسمو المسلسل اللي عمل جدل كبير حتى معاجم الأزار هذيك مشي مليح معاش عن وقت معاش بش نمشي وللأخبار فقط نحب نشيلوا أن الموسيقى المقدمة وأن هي هي للموسيقى رأمين بوحفة واللي أبدع زيدة في هذا العمل مازلنا معاكم ما تبعدوش أنا برشة موضية بش نحكيوا فيها بعد أخبار ثمانية